لما تتعامل بالطباعة بتلاحظ غالباً أن أنت تحتاج إلى تنسيق بمعنى أنه هذه الجملة التابعة تكون على سطر بالحالها الجملة هذه تكون على سطر بالحالها الجملة هذه الجملة الثانية يكون فيه بينها مسافة مثلاً تنسيق مثل جدول وغيرها من الفورمات أو التنسيق الآخر عشان كده في حالة حب أنت تنسق الأوتبوت اللي رح يظهر معك على شاشة الكونسل نستخدم غالباً ما يسمى بـ Escape Characters أو Escape Sequences بشكل بسيط Escape Characters عبارة عن رمز سلاش وحرف معين بحيث أنه هذا الرمز يتم تفسيره في شاشة المخرجات على عملية ثانية مثلاً سلاش ان رح يبدأ لك سطر جديد سلاش تي رح يعطيك مسافة وغيرها من الرموز اللي رح نشوفها الآن مبدلين قبل ما ندخل بس في Escape Characters سحط في بالك أنه دالة اللوج كل مرة رح تبدأ سطر جديد على الكونسل بمعنى أنه رح تاخذ هذا النص تبدأ تطبع بعدها تنزل سطر جديد بمعنى أنه النص اللي رح يكون الآن جاي على جملة طباعة ثانية رح يكون كمان جاي في شاشة على سطر مستقل فلو سويت الآن Save بتلاحظون أنه كل جملة Log عاملة لسطر جديد تمام؟ طعم بالإمكان إحنا أنه باستخدام جملة واحدة أوكي نطبع هذا الكلام على سطرين أوكي فممكن نسويها بهذا الشكل لو خليتها كذا الحين رح أخذ على عنها سطر واحد زين؟ بس إذا كنت حاب كلمة My Age أو جملة My Age is 10 تكون على سطر بالحالها فهنا أبدأ أستخدم Escape Character أوكي؟ Escape Character المناسب لسطر جديد هو لسلاش إن أوكي طبع لاحظوا شكل سلاش شلون جاي سلاش إن معناتها أنه متى ما حصلتها ابدأ على الكونسل سطر جديد فلانا بتلاحظون قاعد يطبع لك أول شيء My name is Khaled أوكي سوري بعد كذا حصل حصل سلاش إن أوكي بدأ سطر جديد بدأ نحط لك My Age as 10 أوكي لو حطيت مثل قبل كلمة خالد سلاش إن بتلاحظون الآن أنه خالد جاي على سطر بالحالة فإذن أبيك بس تعرف أن هذا تفيدك في تنسيق الأوتبوت شلون شكل الأوتبوت اللي أنت تبيه تقدر تتحكم بالأسطر من خلال السلاش إن تمام؟ طبعاً مو بشرط نحط سلاش إن وحده ممكن أضيف أكثر من سلاش إن راح يكون عرض الأسطر زائد بزيادة وهذا يفيدك في تنسيق الأوتبوت تمام؟ أيضاً الأشياء المهمة غير السلاش إن في حالة كنت تبي تحط بس مسافة مسافة بينهم فهي أنك تحط مسافات بيضة بهذا شكل راح يتم المحافظة عليها أو للتسهيل تستخدم رمز لسلاش تي سلاش تي معناه تتاب غالباً تكون مسافة خمس أحرف أو تكون سبع أحرف على حسب نظام التشغيل اللي قاعد يشتر عليه برنامج الجافرسكريبت تمام؟ بإمكانك أنت طبعاً تزود زي قبل شوية تحط مثلا سلاش تي أكثر مرة وراح تبدأ تزيد معك المسافات فلاحظوا أنه كده قاعدين إحنا نتحكم بشكل أوتبوت ممكن نقدر نسوي جدول نقدر نسوي تنصيق محدد من المخرجات طيب إذا مر علينا للحين اسكيب كاركتر أول شيء اللي هو سلاش ان حكينا أنه نسوي المساطر جديد كمان عندنا سلاش تي معناه تتاب زي راح تديك مسافة أيضاً فيه غيرها كاركترز أخرى يعني مثلاً تخيل أنت كنت حاب تطبع كلمة خالد زي بين دابل كوتز وكان النص اللي عندك أنت محيطة ب دابل كوتز في هذه الحالة إذا حاولت أني أحط دابل كوتز هنا ودابل كوتز هنا الآن راح يكون عندي خطأ لماذا؟ لأنه بشكل بسيط لو تلاحظوا الجافة سكيبت راح تعتبر أنه هذا الرمز راح يقفل لك النص اللي هنا فهنا أنت كأنك قاعد تحاول تطبع متغير وهذا متغير أصلاً غير موجود فعشان كده إذا كان فيه دابل كوتز داخل فيه دابل كوتز في هذه الحالة إيش تسوي؟ تضع لها اسكيبنج نضع قبلها سلاش بهذا الشكل فالحين كلمة خالد راح تطبع داخله في دابل كوتز أوكي؟ تمام؟ في حالة تبي تتحايل على هذه المسألة الأمر جداً سهل إذا كنت حاب أنت بدون ما تسوي سكيبنج لو كانت كلمة خالد تبي تضعها داخل دابل كوتز فراح أقول لك مو مشكلة تأخذ النصب الكامل وتستخدم معه سنجل كوتز بهذا الشكل أوكي؟ يعني إحنا لدينا ثلاث أنواع من الكوتز اللي هي السنجل والدابل وكذلك النوع الثالث من التنصيص فتيقدر باستخدام مثل الثلاثة أشياء هذه أنك تحل المشكلة بدون ما تسوي أنت سكيبنج لو فرضاً كانت عندك كلمة مثلاً كنا نبي نختصرها كقرامر إنجلش بهذا الشكل لاحظوا الحين بيصير عندي خطأ ليه؟ لأن الآن أنا النصب الكامل قاعد أحطه داخل سنجل كوت وهي نصب أخدمت سنجل كوت فكأنه مراتها تقفل صح؟ فعشان كده نفس الدابل كوس إذا كان عندنا شيء زي كده نقدر نسوي إلى اسكيبنج فلان راح تصير الأمور كلها ماشي معي بشكل كويس في ذنبعناها ينطبق على الدابل كوت وينطبق كمان على السنجل كوت يعني مش بس على الدابل زين تمام؟ إذا تبغى تتفادى هذه المسألة يعني كان عندك في النص تبغى تظهر دابل كوت وتبغى تظهر كمان السنجل كوت إذن في هذه الحالة بدون ما تسوي اسكيبنج استخدم النوع الثالث من التنصيص اللي يكون بهذا الشكل بكده مصر تحتاج لا إلى دابل كوت ولا أحتاج إلى سنجل كوت اسكيبنج تمام؟ طيب في بعض الأحيان تحتاج أن أنت تطبع سلاش يعني تخيل فرض أنك أنت تطبع مثلاً تبي تطبع مثلاً موقع مثلاً بهذا الشكل هنا إذا كانت تبي تطبع السلاش لازم وقتها نسوي كمان اسكيبنج تمام؟ فالآن لو سويته بهذا الشكل الحين راح تطبع لي السلاش وحده أنه هذا السلاش خاصة به السكيبنج وهذا السلاش هي اللي راح تطبع فتلاحظون الآن راح يطبع لي السلاش وحده بس إذا ما رأت عندنا سكيبنج أيضاً على السلاش أوكي؟ يلفي حالة أبغى أطبع سلاش ثانية أطبع سلاش ولازم نسوي لها سكيبنج فإذا راح أسبقها به السلاش خاصة به السكيبنج آن راح يطبع لي سلاشين أوكي؟ تمام؟ فإذاً هذه الرموز المهمة عندك سلاش N سطر جديد سلاش T مسافة اشترك